أهلا بكم فوز وخسارة آخر الحديث الودي لفرقة حمد قبل خوض تصفيات كأس آسيا 2023 في الكويت وفي معسكر قطر خاض المنتخب الوطني مبارتين وديتين واجه منتخبنا في الأولى المنتخب الهندي وتغلب عليه بهدفين دون رد فوز كان متوقعا رغم أن الشوط الأول لم يرضي الكثير وحمل الشوط الثاني على أكتافه تحقيق الفوز بعيدا عن النتيجة فقد تحدث المحللون أن لقاء حمل بعض الدلالات الإيجابية والسلبية إيجابيا تصدرت قوة الدكة والأسماء البديلة حديث المراقبين إيجابيا شكل الفريق في الحالة الهجومية كان متوازنا أما سلبيا فقد حذر البعض من ضعف التركيز في الحالة الدفاعية في بعض الفترات في اللقاء اللقاء الثاني خسر الأردن أمام المنتخب الأسترالي بهدفين لهدف وفي اللقاء لم يرضي البعض والبعض الآخر كان راضيا وكل من يمتلك الحجة فمنهم من قال أنها مباراة ودية والهدف الوقوف على الأخطاء والعثرات في حين رد البعض أن المنتخب لم يقدم إلا شوطان أولى وغبى في الثاني المعسكر الودي انتهى والتصفيات الأسيوية ستنطلق بعد أيام المنتخب الأردني في الكويت في مجموعة الكويت وأندونيسيا ونيبال أما في المباراة الأولى ستجمعه مع نيبال فيما ستجمع المباراة الثانية المنتخب مع أندونيسيا أما لقاء المنتخب الأخير فسيكون أمام المستضيف الكويت يذكر بأن التأهل لمتصدر المجموعة إضافة لأفضل خمس ثوان من المجموعات الستة اشتركوا في القناة